انطلقت صباح اليوم أعمال ورشة عمل حول التدبير الوقائية ضمن اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية أغادير التي يشارك فيها الأردن والمغرب ومصر وتونس وتأتي هذه الورشة التي تنظمها الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير في إطار تطبيق البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال مكافحة الإغراق والدعم والتدبير الوقائية المتوافق عليه بين دول أغادير حيث سيطبق هذا البروتوكول كذلك على الدول التي ستنضم قريبا للاتفاقية الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير فقر الهزيمة قال إن الوحدة تسعى إلى المساهمة في رفع مهارات الإدارات المكلفة بالتدبير الوقائية في مجال التجارة الخارجية بدول أغادير بما يعزز ويطور الكفاءات الوطنية كل اتفاقية التجارة الحرة تحتاج إلى أن يكون هناك فيها ضوابط مطمئنة للقطاعات الخاصة في الدول الأعضاء تأتي هذه الورشة لضمان استمرارية حركة التبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر